موسيقى أهلا بيكو ويوم جديد في البريمو الجزء الثاني من حلقتنا هيبقى معنا الكابتب محمد صلاح نجم نادي الزمالك الأسبق والمدرب الكبير هنتكلم لأول مرة في أسرار وكواليس خاصة بمشوار محمد صلاح ويعني حاجات كتيرة كان هو شاهد عيان عليها لأول مرة تتقال مع النجم محمد صلاح نجم نادي الزمالك الأسبق امبارح كان معنا الكابتب مجدي عبدالغاني نجم النادي الأهلي الأسبق طبعا ونجم الكرة المصرية قال كلام مهم جدا جدا تعالوا نشوفه ونرجع نكمل مع بعض هو نز يا مالك عنده مشاكل مع لعيبة ومعظم المشاكل بتتعامل مع لعيبة أجانب واللعيبة الأجانب ما ينفعش تهزر معها لأن اللعيبة الأجنبي مش هيروح لاجنة شو اللاعبين هنا في مصر ولا يروح ومش هيحل حل ودي ومش هيحل حل ودي لأن هو دي شغلته انت واخد بالك واللي بيكتب في العقد بيبقى لازم هياخده 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 بالزوء أو هياخده بالقانون يعني النادي هيوافق الدهوله أو القانون هيدهوله أو الفيف هتدهوله المسألة مسألة أن ما تتعامل مع لعيبة أجانب أو تفكر أنك تجيب لعيب أجنبي أو أنت مش عايز تدي لعيب أجنبي مستحقته لازم تفكر 200 مرة أو 300 مرة قبل ما تفتعل مع المشكلة لأنه هياخد فلوسه هياخد فلوسه هياخد حقه هياخد حقه إن عجلا أو أجلا وهاخدها بالفوايد بتاعتها عايزين نتعلم يعني 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 ما نكبرش لازم حمدي أنك أزي يجي يا إما نديره فلوسه بالكامل وإنهي هذه القصة يا إما نتفت نتفاوض معاه ونقول نبعت له حد بشكل شيك ونخلص الموضوع نقول له يا حمدي بدل ما نطول يقول لك إيه أنت بتهاجم النادي الأهلي أنا عمري ما أقدر أهاجم النادي الأهلي ولا عمري إنما اللي بيدير أخطأ أنا شجعت النادي الأهلي وهو بيخسر من البلاستيك مش حموكشة ده اللي جاب الجنب أو حموكشة ده اللي أرحمه مش تشهر بإيه مش ده كان بيلعب في البلاستيك إيه اللي شهر وجاب جنب في النادي الأهلي أنا كنت أروح تباورة الصيفية في اسكندرية كان عم يشني على كتفه على رقابته عشان أتفرج على المتشاط طيب ده كان كلام الكابتن مجدى عبدالغاني طبعا وقال كمان كلام مهم جدا ويمكن يدرنا إن إحنا إن شاء الله نعمل لكم حلقة ما بين الكابتن مجدى عبدالغاني والكابتن رضا عبدالعال في الخلاف اللي ما بينهم حول ترشح المجلس السابق أو أعضاء المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدا للانتخابات المقبلة مجدى عبدالغاني شايف إن ده وضع طبيعي طلبة الجمعية العمومية يعني هي اللي بتختار فمن حقها إنها بتختار أي عضو مجلس إدارة أو تترشح أو تم ترشحه للانتخابات وبالتالي ده اللي إحنا هنشوفه النحاء الثانية ريدا عبدالعال شايف إن لازم ندي فرصة لوجوه جديدة لازم كفاية بقى على الناس اللي هي يعني كانت موجودة في المجلس السابق بوعيدكم إن شاء الله إن إحنا يعني الإسبوع اللي جاي هيكون في حوار لمصلحة الكرة المصرية لأن ده مهم جدا إن إحنا نبص لمستقبل الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة ما بين رجل له خبرة ونجم كبير نجم الناد الأهلي نجم الكرة المصرية له خبرة إدارية كان عضو مجلس إدارة لأكتر من دورة داخل اتحاد الكرة كان مع مجلس سامير زاهر دورتين وكان مع المهندس هاني أبو ريدا كعضو مجلس إدارة وهو مجد عبدالغاني ورجل له أيضا نجمية كبيرة وشعبية كبيرة هو الكابتر ريدا عبدالعال داخل الملاعب وتعامل مع إدارات أندية في القسم الثاني وله بعد نظر وتعامل وقرب مع أندية القسم الثاني اللي هي هيكون لها دور كمان في اختيار المجلس القادم اللي هو مجلس إدارة الكرة اللي بنتمنى أن يكون اختيار منظم اختيار بعيدا عن المجاملات بعيدا عن القوة داخل إدارة الكرة يمكن بنغطي من فترة كبيرة جدا من أكتر من 15 سنة انت رخبات إدارة الكرة كنا بنشوف كل الفئات وكل الطواقف فيها كلام كتير داخل لايحة النظام الأساسي على تقليص عدد الجامعية العمومية ما بين 84 إلى 100 نادي خلينا نشوف إيه اللي هيتم في الآخر أو في النهاية لكن المهم بالنسبة لنا أن اللي يكون متواجد هو مجلس قوي يدير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة ده بالنسبة لاتحاد الكرة كمان اتحاد الميني فوتبول شفنا في الفترة اللي فاتت اتحاد كرة مصغر اتحاد الميني فوتبول طبعا تم تتشينه وإنشاؤه وتم تشكيل للمنتخب منتخب الكرة للميني فوتبول بقيادة الكابتب فروج عفروة فكري صالح مدرب حراس المرمى وكان هيكون فيه بطولة خلال الفترة اللي جاية أو فيه طبعا لولا الأزمة الحالية أزمة كورونا تم تأجيل البطولة إلى أجل غير مسمى بنحاول نجيب الأستاذ أحمد سمير رئيس اتحاد الميني فوتبول نشوف الفكر اللي جاي ممكن أو المطروح بالنسبة لاتحاد القرى المصغر لأن كمان الاتحاد دوت في إنشاؤه حسب معلوماتي أنه هو طبعا وجه صعوبات في الأول وحتى أصبح متواجد وهنشوف بقى بيتعامل مع الأزمة الحالية إزاي لأن دوت أمر مهم جدا طيب لغاية لما يجينا الأستاذ أحمد سمير طيب الأستاذ أحمد سمير رئيس اتحاد الميني فوتبول برحب بيك أستاذ أحمد ألو أستاذ أحمد برحب بيك مساء سعيد أستاذ إسلام من دواعي سروري إن أنا أكون معاك بنامجك المتميز البريمو أهلا بيك تحياتي لك وللساة دا المشاهدين أستاذ أحمد يعني أولا أنا عارف أن أنت وجهت صعوبات كبيرة في إنشاء اتحاد الميني فوتبول خلال الفترة اللي فاتت إلى أن تم إنشاؤه ثم تم اختيار طبعا جهاز فني متميز بقيادة الكابتن فاروق عفر والكابتن فكر صالح لقيادة منتخب الميني فوتبول يعني كيف يتعامل اتحاد الميني فوتبول مع الأزمة الحالية أزمة كورونا وأنا كنت أعرف أننا كنا هننظم كمان بطولة دولية خلال الأشهر المقبلة هل الأزمة الحالية ديت لها تأثير أولا طبعا بعد التحية أستاذ إسلام أشكرك جدا لسردك هذه المعلومات على اتحاد المصر لجميني فوتبول طبعا لكن اسمح لي في البداية أن قبل ما أبدأ حديثي مع حضرتك أني أتوجه برسالة شكر وإفترام إلى الأستاذ الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة لصاحب الآية البيضاء في إشهار هذا الاتحاد لأنك بدأت حديثك بالصعوبات التي مرت في إشهار الاتحاد المصري ميني فوتبول نحن فعلا بدأنا في تحضير لهذا الاتحاد منذ عامين لكن الأول لازم نعرف المشاهد والمتابع يعني ميني فوتبول أو يعني اتحاد الميني فوتبول الميني فوتبول هو عبارة عن أو مسمى بلغة الإنجليزية ميني فوتبول بلغة العربية كرة القدم المصهرة بالفرنسيوي ميني فوت هذه اللعبة موجودة في 124 دولة حول العالم لها اتحادها الدولي WMF الاتحاد الدولي عنشق في مدينة بلمنجان في مدينة الكترا في 2013 الاتحاد ده النهاردة المقر الرئيسي بتاعه موجود في تشي يرقصه رئيس الاتحاد الدولي في ليب جودا مقر الاتحاد الافريقي طبعا الاتحاد الافريقي يتكون من 26 دولة مقره موجود في تونس بيرقصه السيد أشرب بن صالحة مقره الاسيوي موجود في المملكة العربية السعودية ويرقصه الدكتور محمد الدوسري مقره الاوروبي موجود في المجر ويرقصه بيروسلاف أليكساندروف ومقره في الامريكاتين موجود في الميكسيك يرقصه سيرجي ودريو وقارة الاوكيانون استراليا يرقصه ميجل أنجل ماروم والاتحاد العربي موجود في بيروت يرقصه السيد أحمد دنش طيب هل يعني الفترة اللي جاية فيما يخص البطولات الدولية اللي كان ممكن اتحاد الميني فوتبول هيشترك فيها وانعرف ان حردك كنت بتجهز لبطولة دولية البطولة العربية كانتها تقام في مصر هل الازمة الحالية لها تأثير على تأجيل البطولة ولا ممكن تكون البطولة في معادها عادي شوفوا استاذ إسلام هو كان البطولة كانت ستنطلق في 28 مارس الماضي أيبا لكن طبعا نظرا لما يجد في ظروف العالم كله من هذا الفيروس الخطير فيروس كورونا المستجد طبعا هذا الفيروس طبعا أثر على العالم كله وطبعا تمنياتنا ان ربنا يعني وفقنا ووفق بلادنا ان نتجاوز هذه الأزمة وان نتعدى خطر هذا المرض ومرض العصر لكن طبعا كما تعلم جيدا ان احترمنا طبعا الحكومة المصرية الدولة المصرية وكذلك قرار وزارة الشباب ورياض تعليق النشاط الرياضي ليس في مصر فقط بل ذلك في معظم دول العالم بل يكاد يكون العالم كله النهاردة تم تعليق الأنشطة الرياضية في كل دول العالم ولذلك خرج الاتحاد الدولي دابي أم إف وورلد ميني فوتبول في دريشا الاتحاد دولي الميني فوتبول بتعليق قفة الأنشطة الرياضية والبطولات طيب أولا كان فيه كلام ان ممكن يكون فيه موعيد مبدئية للبطولة العربية حل ده يعني اتقال ان ممكن يكون في أغسطس اتقال ممكن يكون فيه شهر أكتوبر هل الكلام دوت صح علشان كده أنا كنت بسأل حرتك لا هو فعلا هو فعلا دلوقتي ان احنا طبعا تواصلنا مع الدكتور أشاف سبحان الشباب ورياضة وتم تأجيل البطولة لأجل غير مسمى لكن الفكرة كلها حتى نتجاوز هذه الأزمة لكن ان شاء الله مجرد عودة النشاط الرياضي سنتمع كلجنة منظمة للبطولة العربية مع معالي وزير الشباب ورياضة ويتم التحديد لموعد آخر جديد ان شاء الله نتجاوز الأزمة قريبا لكن البطولة ان شاء الله سيتم التحديد موعد جديد وادم تم الاتفاق عليه مع اللجنة منظمة ومع الاتحاد العربي وسيتم منقشة كل هذه الأمور مع معالي وزير الشباب ورياضة بعد عودة الأمور إلى ان شاء الله للطبيعة الأفضل ونهتم بصحة المواطن المصري لأن أولا نؤكد على شيء معين أن صحة الإنسان أهم من أي نشاط رياضي مهما كانوا من أي بطولة أن حياة الإنسان هي الأهم ودائما نبدأ نقول أن رياضة تأتي لبناء الإنسان أما الإنسان نفسه فهو الأهم في هذه المنظومة وبناء عليه نحن بنسعى أن نحن الأول نتجاوز هذه الأزمة لذلك قامت الاتحاد المصري في هذه المرحلة الضغطية التي تمور بها البلاد كان لزمن علينا أن نكون مشاركين في حملات التوعية لذلك قمنا بحملة التوعية كبيرة جدا أبارة على الفتات ضخمة إرشادية توعوية في كل المناطق في طبعا المحافظة الكاهرة والجيدة والشوارع الرئيسية حمل التوعية بإسم الاتحاد المصري من الفوتبول منتشرة في مواظن الشوارع والمايدين الرئيسية مع لوحات إرشادية لتعريق المواطن وده وجد علينا إيمانا مننا الضورنا المجتمعي والتوعوي أيضا لأن دائما أبدا نقول أن صحة الإنسان يلهم فلذلك قمنا بحملة التوعية كبيرة جدا ضخمة لفتات ضخمة من صحات كبيرة جدا على الأماكن الكبيرة في مختلف المناطق لكي نوجه المواطنين بأفضل احتياطات الكافية في الوقاية من هذا المرض سيد أحمد سميرة أنا بشكرك طبعا للرسالة المهمة جدا المجتمعية اللي أنتو بتقوموا بيها وفي نفس الوقت تم تأجيل البطولة العربية للميني فوتبول طبعا ده أمر طبيعي لأجر غير مسمى كان طبعا مهم جدا لأن كان فيه يطلع كلام خلال الساعات الأخيرة كان ممكن تقوم البطولة العربية بعد شهر 8 بعد شهر 10 لكن رئيس تحال ميني فوتبول طبعا أكد أنه هيكون فيه جلسة كمان مع الدكتور أشاف صبحي وزير الشباب والرياضة لتحديد موعد لاحق للبطولة العربية إن شاء الله بعد طبعا عودة النشاط الرياضي وبعد اتخاذ الدولة فرار بإيقاف تعليق النشاط الرياضي في كافة الأندية والاتحادات طيب نروح لي قضية مهمة جدا وهي قضية طبعا هنسرها وهنتكلم فيها مع الكابتن محمد صلاح وهي قضية المدرب كعب داير أو المدرب اللي بيتنقل من نادي إلى آخر في الموسم الواحد خلال الفترة اللي فاتت والأيام اللي فاتت كان كلام كتير عن أمرين تخفيض عقود اللاعبين بشأن طبعا أو بعد توقف الدوري أو بعد أزمة كورونا وكمان تخفيض عدد اللاعبين الأجانب وشوفنا في خناءة كبيرة جدا بالنسبة للأندية واعتراضها بعض الأندية معترضة على تخفيض اللاعبين الأجانب لكن بعض أعضاء من اللجنة المؤقتة داخل الاتحاد الكرة بدوا يتكلموا في إمكانية إلزام المدرب بعدم تدريب أكتر من نادي في الموسم الواحد وده احنا شوفناه خلال الفترة اللي فاتت بنشوف مثلاً إهاب جلال بيدرب المصري بيروح المقصة بيرجع المقصة بيروح مثلاً الـ MP بعد كده بيروح بنشوف مدربين معينين بيتصدروا المشهد طريق العشري من حرس الحدود إلى المصري عنده كتير ومدربين كتير هل الأمر ده بيتعلق بوكلاء اللاعبين وقدرتهم أي البعض بيقول أن الوكلاء اللاعبين لهم دور كبير في تنقل بعض المدربين وتحديد مدربين بعينهم البعض الآخر بيقول أن في بعض من المسؤولين الصادقين داخل اتحاد القرى بيكون لهم دور في انتقال بعض المدربين من خلال علاقتهم بيروح أساء دي معينين بيكلم مثلاً مدرب الفلاني أو بيكلم رئيس النادي الفلاني وبيطلب منه أن يختار مدرب معين ونفضل في الدايرة ديات في أربع خمس مدربين هم اللي بيتولوا العندية بيتنقلوا ما بين نادي إلى آخر نادي إلى آخر وبالتالي أثيرت خلال الساعات أو خلال الأيام اللي فاتت داخل اتحاد القرى إمكانية إلزام المدربين بعدم تطبيق أو عدم تدريب أكتر من نادي في الموسم الواحد البعض الآخر شايف إن مفيش مدربين إن حتى النجوم المعتزلين في الفترة اللي فاتت لما تولوا تدريب أندية ما نجحوش فيها زي أحمد حسن مثلاً يعني أحمد حسن لما مسك بيتروجيت لم ينجح بشكل كبير مع فريق بيتروجيت لما مسك فترة من الفترات في بيراميدز برضو ما كانش موفق بشكل كبير رغم إنه هو نجم كبير كان نجم سابق في الملاعب وكان ليه تأثير طبعاً كلاعب بشكل كبير مع المنتخب الوطني ده مثلاً نموذج لكن فيه نموذج تاني زي أحمد النحاس بيظهر بشكل مميز مع نادي بلا إمكانيات زي أسوان ثم بعد كده بيظهر بشكل أكتر تميزاً مع نادي زي المقاولون العرب فبالتالي هي قضية كبيرة أثيرت خلال الساعات الأخيرة أو الأيام الأخيرة داخل اتحاد الكرة هنشوف هل اتحاد الكرة هيقدر إنه هو ياخد القرار دوت ويلزم المدربين بعدم تدريب أكتر من نادي في الموسم الواحد ولا هتبقى المسألة صعبة وهيكون فيه تدخلات من بعض المسؤولين السابقين داخل اتحاد الكرة أو من وكلاء العبين خلينا نشوف مع بعض الفترة اللي جاية نطلع لفاصل ونستقبل النجمة محمد صلاح نجمة نادي الزمالك الأسبق والمدرب الكبير طبعاً أحد أفضل مدير الكرة في التاريخ القلعة الحمراء والكرة المصرية بسبب صرمته مع اللاعبين وحب القميص الأحمر بجانب تفوقه على المستوى الفني كحارس مرمى أجاد خلال مشواره بالملاعب أسطورة النادي الأهلي والكرة المصرية عبر التاريخ شارك سابت البطل مع الأهلي في 225 مباراة محلية وساهم في تحقيق بطولة الدوري المنتاز 11 مرة وست ألقاب لبطولة كاس مصر واثنين دوري أبطال إفريقيا وثلاثة كاس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وكاس الأفرو أسيوية بدأ البطل مشواره الدولي مع المنتخب الوطني قبل ما يخود أي مباراة رسمية مع الأهلي وفاد الحارس للمنتخب من عام 74 لحد عام 90 شارك مع المنتخب في نهايات دورة لوس أنجلوس 84 وحقق معاه لقب كاس الأمم الإفريقية 86 شارك في كل المباريات وشباكه ما هتزتش غير بهدف وحيد طوج البطل مع المنتخب بزهبيت دورة الألعاب الإفريقية 87 وكان موجود ضمن قيمة مصر في مونديال إيطاليا 90 تم اختياره من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي ليشغل منصب مدير الكورة وحصل البطل مع الأهلي على 6 ألقاب لبطولة الدوري ولقب واحد لبطولة كاس مصر والسوبر المصري بالإضافة لأربع ألقاب عربية هي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري مرتين وكاس السوبر العربي مرتين اللقطة الأهم في مسيرة سابت البطل كمدير للكورة كانت إخلاصه الكبير للأميس الأحمر لدرجة أنه قبل وفاته بيومين وكان في قمة معاناته من المرض أصر على حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اللي فاز فيها الفريق الأحمر بأربع أهداف مقابل هدفين وشاف المباراة من على الدكة وهو ملفوف ببطنية كمان اتميز سابت البطل بسرمته الشديدة وأصدر قرارات تأديبية فحق بعض النجوم وقت تولي منصب مدير الكورة بالأهلي وعلى رأسهم حسام وابراهيم حسن وابراهيم سعيد وأكد الأريبين منه أنه كان صاحب شخصية قوية وحد الطباع ومتشدد في تنفيذ لوائح الأهلي وتطبيق مصلحة الفريق اشتركوا في القناة 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 على لاعب زي محمد صلاح اشتركوا في القناة 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 يبقى له فترة مش كبيرة في الاهلي أو يعني خلينا نتكلم على عاد القديم اللي ما بحبوش ابن النادي ومش ابن النادي الاحتراف مفوش كده لكن هو قضة غريبة انك تقول كده ليه لان انت واحد من اولاد الزمالك المخلصين دايما هاي وقتا ما بيقولولك تعالى بطموح ده غير الاحتراف الصور الاحتراف خلينا في مصر بس بالذات بصفة خاصة يعني ان انت تبقى صعب ان انت تسيب فرقتك اول عادي يخلص ما تجديتش خلاص وهقولك الاهلي عمل حاجة مش في الاحتراف بس هنتكلم عليها بعدين احمد فتح قضة كم سنة اعتقد سبعة سنين يعني من اعتقد من 2004 اعتقد خط بطولات وعمل انجازات مع لعيبة النادي الاهلي في الاخر ما شالش جميل الاهلي اللي هو صفر ويحترف بره وبعده رجع تاني وقطر ورجع تاني خلاص زائد ان النادي الاهلي ما كانش عنده الاحساس ان هو ممكن اقول له لأ بمعنى يعني كان عنده يقين ان احمد حي جدد لكن التفاصيل اللي انا معرفهش يعني اسمعته بسرفتهاش بتقول ان فيه اختلاف حصل او خلاف على سنة سنتين من قبل ستة شهور ما قالوش هتجدد ولا لأ ده وضع طبعا في كل انداف العالم تجدد ما تجددش فلوس مش فلوس دي حسب الاتفاق ولكن اللي اخطأ فيه الاهلي من وجهة نظرة الشخصية في الاحتراف ان يمنع العيب او يقول انا هاخد قرار ان دولا متمرنوش مع الفرقة الكبيرة اول فلية اول يعني ده اسمعنا مش سمعت انت ولا هتوعد تتدبسني انا معرفش انا سايب التقول لا لا احنا سمعنا الاحتراف فا هوش كده الاحتراف لازم طالما اللي ايه بياخد منك فلوس لازم يلعب لاخر يوم في الدوري مش اساسي مش لازم يبق اساسي بس المتواجد مع الفريق وبعد الموسم ما انتهي ايا كان انتهي امتى بالتراضي بالحب اه لا لكن في الاخر وفي الاول فتحي فجر النادي الاهلي وجميل النادي الاهلي طيب بس في النهاية الناحية التانية فتحي بيقول لك انا جالي عرض الناحية التانية من فبالتالي عرض افضل فانا عايز اقمن مستقبدي فده من حقي العرض المالي بالنازمة للنادي الاهلي انا مش ابن النادي فبالتالي الناس ما تلومش علي انا جيت فترة من الفترات مع النادي الاهلي حقات مطولات كان لها دور كبير مع نادي الأهلي ده أنا بقولك يعني إيه ده بيفكر زي أنا حتى وبالتالي فضل لي سنتين في الملاعب ثلاث سنين في الملاعب فمن حق أن أنا أشوف العرض الأفضل أو العرض المالي الأفضل بالنسبة لي معك حق بس نادي الأهلي عنده مش كبر النادي أهي يقول مش اللي عمل يقول بدليل عبدالله السعيد لما جي مشكلة الزمالك ورايح وبتاع عمل إيه رجعوا وملعبش سافر أعتقد شهرين ثلاثة ورجع تاني تبقى كبيرة عند الأندية أن أنت ما تقوليش أنا حمش أو بعض الأندية عشان ما نظلمش الناس أنا اللي أقولك في الأهلي وزمالك ولا في الأهلي بس لا في كل كور لا لا الزمالك والأهلي ده بينين أول الناس فيعني بتبقى كل حاجة بحساب فيه ناديها تانية محش يرفعنا حاجة بتعمل بلاوي لكن كنا نمنع لعيب ويتمرى مع الأشبال أو مش عارف تجهز له مدرب عشان تعيسي تزهقه نفسي ده حسن لكن لو موضوع فلوس ها طبعا عبدالله سعيدي عمل كده ولعيبة كتير جدا عملت كده في الأهلي وزمالك عبدالله وعلي جبره وعمره فيه ناس كتير يعني بير بس خلي بالك حول حول الدفة المادية فاللعيبة بتدى يستغنى عن المنتخب وعن الشهرة خلاص وانا بقول حق مشروع بس يعني يبقى مقنن شوية هو بريق الأهلي والزمالك بدأ ينطفي قدام رغبة اللعبين في تأمين مستبلهم اشوف يعني ان ياخد فلوس اه لكن تأمين مستبل دي مش بتاعته ولا يملكها دي بتاعت ربنا يعني انا ممكن اجي عندك اتشرت واخد لزي ما انا عايز وفجأة بعد شهر اتعور يجي لي مثلا صليبي او اي حاجة مش دي القصة زي اكوتي مانسا لما هي بقدر جميل مصر اهلي وما لعيبش صح جالوا صليبي بذكرتك ما شاء الله قل عظم رب انطلق لكن انا معاك في ان النازلة تحولت الدفة من شهر او منتخب لفلوس لكن مش تأمين مستقبل مش حايت نتكلم في القصة دي دي مش حايت نتكلم كل واحد ممكن يقولك انا كبير في السن حلعب سنة وبعدنا بطل يبقى معايا فلوس احمد علي وده بضرب بي مثلا هداف مصر وراح منتخب مشي من الاولين راح برمس ليه بقى ديها اه بس احمد علي واجه مشاكل مع المدرب في التوقيت دوت انا مدرب ده راجل اساسي مش كان في المقولين اساسي وهداف مصر صح هبتي اختلف التفكير لكن انا بتكلم على الناس اللي تعبد في اهل وزمالك بتخسر كتير بدليل اللي بيطلع من اهل وزمالك زي ما انت تقول بينطفي نجوميته حتى في التسليط من الاضواء عليه ودي مهمة جدا بالنسبة للعب طيب كابتن صلاح يعني خلينا نتكلم في الباكرايت لان انا مصر لان ده حاجة مهمة جدا الاول هل النادي الاهلي محتاج حمد النقاس لا انا بص 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 ممكن اتكلمني على الزمالك اقولك محتاج ايه ومش محتاج ايه الآلي انا ما عرفش لان الفترة الاخيرة انا بقولك الرؤية هاي الفترة الاخيرة الفترة الاخيرة اللي عند اللي بين الناديين حتى ممكن يجيب لعيب ما يلعبش بس ده عشان عايزه وده عشان عايزه لكن انا وجهة نظري اللي عمله حمد النقاس في الزمالك ممكن يعمله في القالة وفي اي حتة تاني اها اني يلعب شوية الفترة اخر ايا كان بقى امشي اهرب بقى سيف فرقتي وده هلط لكن مش ممكن هنقول اخد منك حد عشان انا محتاج ولا مش محتاج مفيش ازمة في الباكرايت وبقولك تاني ليه الزمالك عنده حازم وعنده احمد عيد ده لسه مستقبل ما شاء الله قدامه كبير وعنده اثنين او ثلاثة ممكن لعبه بقرايت لو حازم حصل له حاجة انت اهلي نفس الشي بدليل ان احمد ما كانتش بلعب اساسي ولا هاني كانوا بيتبادلوا مع بعض وهاني من اللعيبة كويسة جدا اللي في مصر ويصغير ممكن نادي الاهلي كون عنده لعب ناشئ تاني يعني طالع مع فتح محمد هاني يقدر يسد فراغ احمد فتحي طب هقولك على حاجة اه يسد احمد فتحي عطل هاني في المنتخة احمد فتحي عطل هاني في المنتخة ازاي؟ شوف يعني فترة كابلعب كويسة قوي ده هاني بس وجود فتحي بيبقى عامل تأثير او ضغط على المدرب ونزاك شوفناه ايه مرة فاف مرة باك صح؟ مرة فاف مرة باك يعني فيش استقرار في المركز ده لان هاني ضغط على فتحي وممكن يكون فتحي ضغط على المدرب ودي لازدت حل لازم فيه واحد اساسي وواحد بديل لكن هاني لو لعب على طول انا بقولك حباء في منتخب مصر من لعبه مش عشان هو في الاهل بس يلعب كتير مش عارف حاس من كلام حرطك ان انت متحامل شوية على احمد فتحي لا انا والله معرفه عشان مرضاش يجي الزمالك السنة اللي فقيت وقتا ما كان الزمالك بيفوض عبدالله السعيد واحمد فتحي الزمالك فوض احمد فتحي انا معرف شوية لا لا انا بتكلمش كده على فتحي ان انا ضده انا بتكلم الموقف زي ما هتيجي تكلمني مسلا على الحمدي ان الجلس هقولك ده موقف صح لكن انا مش ضده لكن انا بقولك اي لعب اهلي والزمالك طلع بره بيخسر كتير يمكن بالسنة عبدالله السعيد لان عرف يتأقلم على الجو بعد ما عدم نجاحه في السعودية تأقلم في الحتة دي ومش كواس او في الفرقة دي مش اهل وزمالك الفرقة بيرمس يعني اللي هو موجود فيها لكن فتحي قبل كده كان اساسي في منتخب مصر وكسب منتخب مصر كتير وقلت لك جاب بطلاط مع الاهلي بس الاهل والزمالك اللعيب بيخرج بيخسر احمد شناوي خسر لما ساب الزمالك الجنب طبعا 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 اه طبعا ليه؟ طب راح منتخب جاو لا لعب اساسي بنسبة ان شاء الله 80% في الزمالك كان 90 وكان بينافسه جنش وفي اي حالة انت في قاله زمالك بتلعب او احتياطي او بديل عليك اضواء شناوي وراجل صديق يعني بقلوها دي ما بلعبش كتير حد سمع عنه حاجة هي دي يرجع الزمالك ولا من يزعه في قرار الادارة انا بتكلم فانيا لا لا ليه؟ اولا فيه ثلاثة جوان في الزمالك وهو اللي ساب الزمالك ايوا عشان فيه ثلاثة جوان في الزمالك ولا علشان ساب الزمالك اللي اتنين اللي اتنين النادي حيرجع لعيب يبقى انت محتاجني صح؟ اولا حتيجي تلعب اساسي فيه ثلاثة قدامك ابو جبل حاليا نمر واحد وفيه جنش وعواد خلاص هو يروح فيه في الثلاثة هيلعب اساسي عواد يعني ممكن يمشي من الزمالك لا 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 جون كواس جدا وفيه محمد صبح كمان خلينا فيه عواد هو فيه فترة زي المدربين وأنا منهم بتبقى موفق فترة كويسة قوي قوي وكرفة بينزل عادي لكن عواد جون كواس جدا اسماعيلي الوحدة زمالك عدم توفيف وماتش أو ماتش أو ماتشين ده ممكن يرتاح لمصلحته كمان خلي مدرب ممكن مدربة بيخاف عليك يريحك في وقت بمعنى كيف يقول انت مش شايف دلوقتي فارتح لقات ما ترجع تاني موضي الله حصل ودي الحياة لكن انت بتنصح ان الزمالك ما يسيبش عواد يعني في نهاية الموسم لو الموسم كمت اتمنى اللي احنا عندنا أثبت حراص في الزمالك في كل في مصر في مصر وممكن الدول العربية حتى السعودية دي يعني من دن المحترفين حرس مربة طيب هو أنا يعني هرجع لحردك لموضوع الزمالك دوت لكن في نفس الوقت على ذكر يعني التقليص اللاعبين الأجانب وحردك بتتكلم على الدول السعودي والكلام نقوله بقى فيه تفكير دلوقتي لتخفيض عدد اللاعبين الأجانب ليه؟ فلوس ولا قرارات لا يعني هو التجاه لتخفيض عدد اللاعبين الأجانب علشان يتم السماح للناشئين أكتر ان القدية تعتمد على الناشئين أكتر ان يتم الاعتماد على اللاعبين مصريين أكتر علشان فترة من الفترات مثلا دلوقتي حسام البدري بيواجه مشكلة في أزمات كتيرة في مراكز معينة بسبب اعتماد بعض الأندية على لعبين أجانب تاني هرده بتشوف مثلا الزمالك المهاجم بتاعه مثلا في كاسونجو في النحاة التانية كان قبل كده وليد أظهره بالنسبة للإحلاد الأهلي نفس الأمر الباكليفت في النهد الأهلي علي معلول فدي وجهة النظر وجهة النظر أنا وأنا واحد يعني واحد من الناس طبعا ما فيه احتراف يوم مفتوحة احتراف ما بيحددش تجيب قد إيه ويجيب من إيه يمكن زي الناس متفقين احنا دايما نتجيب لأفريقيا كأجان لا يمكن ما قولين جابة رازيلي ومش عارف شمال أفريقيا لكن ما نجيش نحدد شمال أفريقيا مصري قبل كده السوري مصري لا السعودية من أحسن الدولات اللي موجودة فتحة عمانيا وكل المراكز يعني ليه كابتن حسام قام يعني قادر أقول إيه عسان بدري عسان بدري اه مش مبسوط ليه لأن في بعض المراكز عنده اكتسحها الأجانب زي المهاجب بس اللي على مارة 6-7 سنين اللي فاتوا الهدفين هم الأفارقة بس ما قصرتش بس عايزة توسع رؤية الاختيار عشان تعرف تختار وهو عنده المنتخب الأولمبي ربنا ربي يمفقه عنده ناس تانية وكلهم لقوا في الفريل الأول مش أزمة لكن لما تيجي تقولي احتراف ما تحددشي أربعة خمسة نقلص إلا لو فيه مديات وارجع أقول لك الكرة مديات اللي معاه هو اللي بيجيب ليه اللي معاه أكيد بيلعب في بطلطين ثلاثة إسلام فمحتاج كامل من اللعيبة أو كامل من البودلة يقدروا يكملهم معاه المشوير المشوير كلها هو أحسر البودلة هينجح مع المنتخب ولا لا إحنا لازم نوقف جنبه طب ليه بنقول لأ وليه بنقول آه ما شفناش لسه حاجة الراجل ما فيش تجمعات ما فيش مابلشات ودية لعب مطشين تاتا سيف إنه هو بيواجه الظروف صعبة آه آه توقف الدوري عدم التجمعات ما فيش وقت ياخد يوم حتى يلعب في مطش ودي أول مرن لكن من المتابعة ممكن نركز خليني نرجع زماني يقول لك ده لعيب دولي ولعيب محلي ده حقيقة ده كابتن فاروق جافر اللي أنا لا ده كلنا كابتن فاروق كابتننا كلنا وعارف لكن الحسن الاختيار ونبعد عن الأهواء تقدر تعمل فرقتين وتختار منهم يعني مش شرط أنت تقول عندي عشرين بس لا عندي أربعين واختار منهم اللي يصلح ولو شاكك في حد تديره فرصة عشان تشوفه دولي أو مش دولي يقدر يتحمل ولا لا جمهيريا وأفريقيا وكل حاجة وبعدين اختار زي ما أنت عايز من اللاعب اللي هو مظلوم دوليا يعني ما بيتمش اختياره دوليا سواء مع كوبر كان قبل كده أو أجيري أو أنا جايب لك فترة كبيرة كان كان حسن البدري كان السلية السلية وأنا كنت من ضمن الناس كنت بقول لازم يروح منتخب وراح في الفترة الأخيرة أو وراح عشان قناعة حسن البدري بي لا ما عرفش هو لعبه لعبه كان لازم يخش مع كوبر ونسأة أجيري أجيري كمان لازم كان يروح في الفترة دي لن كانش في غير طارق وبعدين هو تطور زي طارق أنه هو بيهاجم وروح يجيب أجوان مش بيقطع بس هل أنت مع استبعاد محمد النيني؟ على مستوى الفترة اللي فات اطقق وبعدين هو مش متشاف زي ما كان في أرسنال هو بيرع في الدور التوركي دلوقتي فمش متشاف قوي زائد أن الولد عنده انطواء يعني مش جماهيري ولا إعلامي يعني ما بيطلعش كتير وبيكلمش عن نفسه زي الناس ما بتعمل لكن الخبرة بتاعته ما تخليش استبعد على طول ممكن تبقى الفترة زي ما قلتلك لأنه هو ممكن على مستوى الجماهير ما قداش بالمستوى اللي كان مطلوب منه في الفترة اللي فاتت لا تم استبعاده بخش تانية عائلة بس لازم يتابعه في الدور التوركي هو إيه الفرق ما بين محمد النيني وطرق حامد؟ لا فرق كتير فرق كتير طب إيه الفرق ما بين عمر السلية وطرق حامد؟ حاليا دلوقتي ما فيش فرق لأن أقول لك ليه الاتنين بيقطعوا كويس بيباصوا كويس بيكملوا كويس ممكن يشوتوا أو كده يجيبوا جواه وده اللي حصل في الاتنين لكن مش مطالب منه الشغل ده كله مش مطالب منه الشغل ده لأن شغل طارق بيحمي اتنين الأول أصلا مهاجمين الهو أساسي وكان أوباما أو بنشاء الله أي حد بيلعب يعني السلية عنده ديونج عنده كان حسن عشور بيسندوا بعض فممكن واحد يوقف وهو يكمل طيب هو فيه أحد اللاعبين كان طرع عليك أن طرع حامد يعني من زي أخصم غالي من زي محمد شوقي ما بيجيبش جوال ده بيقضي طعم يعني ما يستهلش الضجر اللي معمول عليه ده طب مين هو؟ أحمد ياسر أعتقد أحمد ياسر ريان؟ لا أحمد ياسر المصري أه لا شوف شوف اللي ممرنش طارق مش هيحسي بيه ده معنى لازم تعرف طارق الأول كان إيه وباقي واللي وصل للمركز دي وصل إزاي إزاي ده؟ إزاي ده؟ اللي كل مجتد نصيب تعب عشان يوصل لحتة دي طارق الأول كان بيقطع خلاص؟ لغاية موصل للدرجة دي التهديف والسروباس وتغيير الملعب وكذا وكذا خده في قد إيه؟ سنتين تلت سنين أربع سنين فوصل للمركز ده بإيه؟ بالتعب والاجتهاد في الوقت اللي مفيش حسن منه فهو النجم هو جيناد زمالك أول سنة جيناد زمالك خط أحسن لعب أو أحسن خط وسط أعتقد يعني كان جاي مسموح بس تطوير اللي حصل من هو ومن المدربين اللي مرنوه ده لازم تقوله شابه لكن لكن بص السلمقارنة تعالى قول لي مثلا حسن حسن مين فيرو ده ده زيه مش هتلاقي أحمد حسن مش عارف يعني فيه أثناء ما الناس مع كبتن حسن شهادة في المنتخب في ثلاث بطولات لغاية دلوقتي لو جيت كارينت يبقى مكرنة ظلمة لأن المجموع اللي كتحاولين شوقي أو حاولين فلان غير المجموع اللي حاولين طارق والسولية ووي 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 ده الفرق لكن علي أنا كالعيب لازم أطور نفسي عشان أحافظ على المكان ده وبقى دايما نسفة كراني يعني دايما نطلع أحسن واحد طارق ليه لأن قطع أفسد عمل إذا بلك يعاني لو طارق حمد ما بقاش موجود شوية شوية بس لازم نشوفه بديل مين البديل إن شاء الله ربنا يرجع بسامة زيزو في محمد حسن ممكن نكون في حد تاني تطلع من الأجبال مين من نادي تاني انت تترشحه أفكرني لا هل دونجا هل يعني أسماء تانية دونجا بيرمتز وكان عندنا دونجا بتاع الإسماعيل دلوقتي كان مش كاس قوي في فاتحي بتاع الإسماعيلي محمد فاتحي لا ده بيرمز دا آه ده فاتحي اللي كان في الإسماعيلي محمد فاتحي أيوا ليس في نص الملعب لا مش محمد فاتح رقم 5 آه فتحي عماد فاتحي في حاجة كده عماد حمدي عماد حمدي في واحد في دجلا كو playing في نص الملعب عبد العاطي ممكن وأعتقد أن في الأيام الجاية ممكن يبقى فيه كلام يعني لعيب كويس قوي لا محمد عبدالعاطي ممكن يكون موجود في الزمالك السنة الجاية أتمنى لعيب كويس لا لعيب كويس قصي بص المركز دلوقتي لو مش هتلعب فيه كورة لا يعني مش تقطع بس وتقعد تجري وتضرب وبتاع لا تلعب كورة مش هتبنع أي فرقة هو ليل الزمالك ما بيكملش في الدورة يا كابتن صراح بقى له فترة يعني ليه بنحس أن الزمالك كل عشر سنين بيكتفي ببطولة أو بطلتين دوري وبس طب هل يعني في تديني أمان من عندك أنه لازم يأخد دوري كل سنة ولا ممكن يأخد دوري بس بيفكت بطولات تانية أفريقية كاس لا مش أهم مين ألهم زمالك بيأخد بطولة أفريقية كل سنة مو مين بيأخد كل سنة مفيش حاجة بيأخد كل سنة يعني حتى الترجع للنجمة ماخدوش خلاص الأهلي جاتلوا فترة من الفترة كان محتكر كل بطلات انتوا لأ فين يعني كل بطلات يعني ما زمالك أربعتاشر خد دوري وكاس خمستاشر خد كاس سوبر لا أنا ما بتكلمش على الفترة دي أنا بتكلم حتى من أيام وانت بتلعب يعني أنتوا سواء كنتوا سواء بطولة دوري أو أفريقية هتقول لي يعني هقول لك فيه أسباب إيه الأسباب؟ لا خلاص بقى إحنا جينا نصهر مش جينا عاكد نعمل لا ملهاش عراق ده عاكد دي يعني لما تجيب جون وهتاخد بيت دوري ولعبت اللي أنا تمسك دمخة والحكم يرفع لك ولا دي شاور لك أدي واحد تاني سنة ده ده فين ده أنا جوتي ده كابتن حسن دربة الجزاء التاني سنة وكابتن أحمد بدوي لا لا اسمني بس مين اللعيب اللي نسك الدمخة؟ ده فيه إكرامي مصطفى يونس ومار همام ده الصورة اللي وإكرامي فيه حاجات خارجة عن نات الزمالك يعني إيه خارجة عن الزمالك؟ إيه هي الحاجات؟ عوامل ظروف خارجة عن إرادتك أنت شخصيا من أنت بتجو الجنون مثلا وبتلغوا جنو بيتلغي فيه حسم في الجن ده ولا مفيش بتحصل لكن مش شرط خلي بالك مش شرط أن أخذ دوري وكاس وأفريقيا وصوبر لا هو أنا ليه دايماً لما تيجي تسأل واحد زمالكاوي يقول لك إحنا متهضين لا أسبابنا إن إحنا ما بناخدش بطلاط أسباب خارج عن إرادتنا يا راجل دي انت كتبت كتير أيوة كتبت على لسانك؟ لا على لسانك إنت اللي انت شايفه لا أعلم ما بكتب أنا مكتبش على لسانك ما فيش حوارات بص بص أصلاك ريفزيون والناس شايفها أنا مش بقلل من حد أو بقولك إن إحنا نستحق كل سنة لا كفي خلي بالك إحنا كنا حسن فرقة بس الإدارية مش ملتزمين في كل الحاجات دي بيضيع في عدم ترتيب الناحة الإدارية يعني السوطرة على اللعيبة النوم اللي 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 którychنا كنا يعني زي ما اللي أنز بتقول يعني أسماء بس لحدش عارف يطواحها لصالح النادي يعني على مدار التاريخ أننادي نادي الزمالك مظلوم تحكمياً مطهم متهم تحكمياً لا 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 مش كل الأوقات مش كل الأوقات لا 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 مش كل الأوقات طيب خلي بالك خلي بالك على مدار التاريخ مش عزيبنا تكلف تحكم بيه إن في ناس توفع الله مش بطوط نتكلم عليهم لكن مجريات الظروف اللي إحنا عيشناها بتقول كده من خلال تريفزيون أو إزاعة إيه اللي بيتقارف؟ بتبقى فيه ظروف خارجة عن إرادة اللعيبة إيه الظروفة كده؟ ما هي؟ ظروفة حكمية في الملعب أصلي في الملعب يعني الحكام كانوا بيمنعوا ناد الزمالي دي أمر أسوق من التساوي أو من الاقتراب من النادي الأهلي في البطولات أو في الترسي الدوري أنا بقول لك القرار بتاع الحكم ثانية بيطلع خلاص؟ فمش شرط أنه هو كل شوية بقى صح يعني مش كل كرار صح ومش كل كرار غلط لكن فيه كرار تلعب بسرعة تظلم فيها الزمالي طيب غير الوقعة ودي بطولة واحدة اللي هي بتاع تخسنش حاجة أنا عسنا عندي زهايمر في الزكرة كتير لكن لا قول لي وقائع تانية يعني قول لي أنت وقع ما تنسهاش لا أنا بص أنا بطابعي ما بخبطش في حد لكن أنا بقول لك الرؤية أنا بأعيزك تشرح لي وإنتوا كناس إعلاميين كنتوا بتكتبوا الكلام ده إن مثلا حكم ظلم الزماليك في مثلا ضرب الجزء مثلا جون تسلل أنتوا كنتوا بتكتبوا وإنا كنا تاني يوم بنقرأ من صدقوا زي مثلا مطش الزماليك والمقصة بتاع جهد جريشا دي حاجة واضحة أنا بقول لك القرار تبطلع فين؟ فيه ثواني؟ فيه ثانية؟ حل فموجه يطلع صح الغلط ده كان بيجي على الزماليك بتخسر بطولة أو بتفقد مركز أول مثلا الزمالك متهد؟ يعني مه متهد؟ أنا عايشين في استعمار ده اللي أنا بحسه من الزمالكوية مش متهد مش متهد خلي بالك أنت ممكن تكون أهلاو أو زمالكوي وغزبا عنك يطلع حاجات يعني يطلع قرار أنا بقول لك بالصح لأن أنت بتاخد الكرار ده ليه؟ بناء أشارة مثلا من مساعد خلاص؟ أنت طلعت الصفار تلعت في لحظة اللحظة دي كانت ضد ناتي الزمالك في بعض الأحيان لكن أنا لا أتنصى من إحنا السبب الأجيال أو اللعيبة السبب يعني فرقة الأحلام دي تخسر في الوقت ده الآن اللي خدت بطولة بقى غزبا عنها لا ده ناس اكتهد ناس كان عندها مشاكل أحسن فرقة في مصر ستنم ودربين كل واحد معاه فرقة ده معاه مجموعة لو كانت كابتن أحمد غيفات وكانت فاروق آآ فخلص فكان الناس كلها عندها أمل الأحلام دي هتاخد دوري وكاسو سنتين ثلاثة بس اللي انقصام أو عدم العدل نادي الأهلي ما زنبو إيه؟ فاروق جافر ما كانتش عادل وقتها؟ لا مش عادل الفرقة قسمت اثنين يعني فرقة مع الكابتن أحمد ومجموعة مع الكابتن فاروق حتى كنا بنشوف أنا كنت بطلت يعني اللي بيبوس اللي بيجيب جون بيجيب بوس اللي بيحبه أو بيبوس صح ما ترفع أو فاروق أو فاروق فانا بقولك احنا بنشوف الشاشة والشاشة ما بتجذبش لكن تيجي تقولي ده قال وده سمع لا أنا أشوف من مناك انت شخصيا بتتكلم يعني ده هتحاسب على الكلام اللي بيقوله أنا مش اللي حد قاله فدي سنة من السنين ضاحت سنة من السنين ظلمنا وكابتن هكنا هننسحبوا شعبت كابتن حلمي الله رحمه ألاها هتلعبوا مانسحبناش حاجة حتى تشبي Noble كنت عنت انت نسحب قدام AI لأ كانportsampoo cambio يعني بيقولك ظروف حتى أيا كان الموقف يعني لكن ένα بيقولك نص عدم خدان البطولة اللعيبة وأنا منهم له يا كابتن دايما يتقال على اختراعات والمؤامرات موجودة عند لعب نادي الزمالك ميليا هنحساب بتعملوا ما انت لسه لأين دلوقتي يا كابتون من صلاة لا الأحلام آه ماشي لا وقتكو كان في صرعات رضا بيجي هنا رضا بيجي هنا مش رضا بقالي بيجي هنا آه طب قوله وانت عارف رضا صريحة هيقولك مش بهزر طب الأحلام دي رضا ده يمشي من زملك في الوقت ده رضا يمشي رضا بقالي يمشي من ندي لا طب 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 ما دي صرعات ومؤمرها مش مؤمرات مؤمرت على إيه إن الرضا يمشي من النادي ده حب وكور اسمه صرعات عشان فاروق جفر ما مشيها يعرفش كورة أساسا يعني ما يعرفش كورة يعني لما رضا دفعزه وكان في ندي الزمالك ويمشي يعني فاروق جفر ما يعرفش كورة لو ماشي رضا اوه ما يعرفش كورة وانا ماشي رضا ازاي ايوه هو رضا اللي قال ايوه طيب ما احنا سمعنا رضا خلاص ايوه بس فاروق جفر انت رمز كبير ايه جاب الرمز ان انت موفقتش في اختيار واحد هو فاروق جفر الرمز ولا طبعا في الكورة وفي الزمالك وفي مصر طبعا لا 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 فاروق ده كان لعب لا حاجة تانية مش عارف انت شفت ولا لا 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 ده حاجة تانية يعني ما تيجي تعد مسلا عدة نص ملعب تقول فاروق الاول وبعين هاتبع اللي انت عايزه وكان على اميها كلاعب كانش احتى ومدرد كان حيبقى احسن مدرد في مصر ودلوقتي لا هو محلل بقى محلل لا انا بتكلم لا ليه مبقاش هاتبع هقولك ليه هو ما كانش يعني ايه مش مركز في الكصة دي قوي او ما كانش بيحب السفريات يعني نطلع برسعيد نطلع مش عارف البلدية كانش عنده طورة بلدية سافر ويجي سافر ويجي بس لكن هو لو انتبه او ركز في هو ايه السبب الخلاف ما بينك وبين فاروق جفر خليني بعد الفاصل اسمع منك الايجابة ما تسمع حا دلوقتي لا طيب ما شا سمع بعد الفاصل نسمع الاجابة اجابة الخلاف الكبير اللي كان ما بين ما تقولش بس كبير ما ساحتش سده محمد صلاح تقولي جديد بعد الفاصل نكمل مرحب اشتركوا في القناة لسا مكمالين مع الكابتر محمد صلاح ونشوف ايه بقى الخلاف اللي بينك وبين كابتر فاروق انا رب اعطيلك لا بالنسبة لشخصية ما فيش خلاف خلاص بينه وبين فاروق ماشي ايه اللي بعد يعني ها كنت بقى يعني بحس انه هو مش بيعني هو مش مؤذي بس بيحاول يؤذي يأذي مين اذاك لا لا انا بقولك بالنسبة لها انا فيش حاجة خالص طيب ايه بقى الخلاف بيأذي زميله يعني مثلا بيمسك فرقة بيتغرب مبارح يطلع يحلل يقول ايه انطقت دا ودا 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 طب ايه المشكلة لا عيب ايه اللي عيب في المهنة عيب هو انت مش بتحلل الكابتر بس بس انا ما بكلمش على حد وحش ما بقزيش حد ما بقولش المدرب ده مش عارف يغير ولا عمل حاجات دي ما بقولش حاجات دي بقول اللي انا شايفه ايه بس يعني انت شايف ان فاروق عفر يعني مش محلل مميز في التحليل لا قد يجوز احسن ناح في العالم انا بكلف التدريب في التدريب هو مش مدرب مميز انا بقولك لو كان ركز كان يوحسن مدرب في مصر هو مدرب مميز ولا لا فين ما مدربش مدربش ازاي مدربش كتير ده واحد دوري مع ديف مكاي مع نتزماري 92 كان مساعد بزبت ماشي يا بقول هو مدير فني كان يوحسن مدير الفني في مصر بس ممكن يكون يتجا للتحليل او الحاجات دي ما دي حاجة ترجع له طيب بتقول لي ازا هو ازا مين ازا ناس كتير زي مين يعني هقولك انا ده اللي عيط مرة على الهوى محمد وحفة بتال اسماعيلي اه مدرب الاسماعيل اوه ده لازعاني مفروض جدا ازاي بقى ولاد الكار ما خبطوش في بعض لازم التامس العزري انت انا بقولك ايه انا مقدرش اتكلم على الاهلي لما اروح اشوف صح او اعيش لكن من الشاشة ممكن اقول انت بتخسر او بتخسرش مش مفروض انت تقول على اي حد في التحليل او حد جالك على التليفون انت وانت والسبب وكذا 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 دي حاجة من الحاجات ما تيجي على الناد الزمالك ازا ناد الزمالك كتير بس الناس ما بتنسى اما تيجي يقولك هو انسحب مرتين ناد الزمالك ينسحب مرتين من الملعب طب هو ماله كان مدرب الادارة اللي ايلان لا 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 معنى ما عملهاش يعني ايه ما فيش ادارة ادارة ميل قال له ادارة ايه يعني انت كنت لما كنت ويجي مرتلع منصور رئيس النادي يقولك على قرار هتقول له لا قراره ماشي شغل والله وعمره ما عملها خلص اللي انت بتتهمون ان هو بيغير انا ما بتتهمون لا انت منهم هو حبيبك انا حبيب شخصيا لغاية طول اللي عمر غاية ما موت هو حبيبي عشان بيجيبك مدرب استحالة ومل عشان ايه احنا صحاب مش بنصحاب من اخر احنا صحاب على الخير يعني احنا الاتنين ملناش افراد من بعض ان انا نصحب بعض عشان كزا لا خالص في الله طيب حرجع للقصة الانسحابية غير الانسحاب انت بتحمل فاروق جعفر مسؤولية القرار اه طبع مسؤلا دي لا دي جماهيرو اه مش مسؤلت الادارة انا بقولك حاجة من الحاجات حاجة من الحاجات اه ليه يوم الفي ايه تاني تاني انا جينا نتكلم على فاروق لا انت بتتكلم في حاجات عصير انت بتتكلم على فاروق جعفر ده واحد من رموز فكرة في مصر يا حبيبي اه بص حتخد نشمال ويمين فاروق جعفر في الكرة ملوش مسيل انا بتكلم على ما بعد التدريب تنفوه مطلعون ايه ايه لا ولا حاجة تنفوه مطلعون ايه طالله حاجة تتعمل فاروق جعفر مهرجانات مسؤل لحاجة انستاذ بس اني شاكل لكن خلينا خلينا اقول لحرضك يعني لو انت انت بتشغلتش مع فاروق جعفر مرضيتش تشغل معه لا اشتغلت معه مساعد في البلدية والمصري لما جينا مدير فاني مرضيتش تشغل معه قلت لأ ليه ما انا عاربش ايجب ناتي الزمالك مش ايجب ناتي الزمالك مش ايجب فاروق جعفر اه 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 اللي هو اقول لك على لي انا اقولتها له استاذ مرتضى قلت له هو مش جاي يمرر في ناتي الزمالك هو جاي ينتقل من ناتي الزمالك وهاتوا على التليفون وانا اقولت له ولما عادنا مع بعض هاجبني مع التليفون استاذ مرتضى اه مش فارقوي لا لا كابتن فاروق لا حاز يجي طبعا يجي اصد الكلام ده بص زي ما احنا نقول فاروق تاريخ في الكورة ده تاريخ اتحكى وحصل قدام ناس انه هو ايه بقى انه هو جاي ينتقم جاي مش يمرر ودليل انا تاني يوم مرحش التمرين وقلت استاذ مرتضى هات كابتن فاروق وقل له انت عايز تاخد الاني بوزيشن يعني رئيس الغاز ولا مدير فني ياخد واحدة وانا ااخد التاني ععدنا في الموضوعات هسأله بتاع ساعة مسلا قال له لا دي ولا دي قال له بقى انت صح وفعلا وشتغل وبعد ثلاث شهور مشي مش دي قصة ايه بس كلمة ايه لها كابتن فاروق عفر جاي تئم من ناتزه ما جاي تئم ليه لان بقى له فترة ما كانش شغال في النادي وكان عينه عن نادي يعني عايز نحقه ابن النادي عايز يشتغل خلاص جات له فرصة مش بيرضاه كان لازم انا وافق خلاص الموافقة دي انا ما قلت لا هو اشتغل ده كابتني واشتغل هو الواحد انا مش عايز واشتغل كان ساعتك كابتن جمال حبيد وكابتن عماد داين وعصام مرعي ده الجهاز ليه الجيل بتاعكم في صراعات ومشاكل كتير لا ما تقولش جيل احنا احسن جيل احسن جيل في ايه في كل حاجة طب اقول لي كابتن حسن كابتن طال الله ارحمه كابتن توفيق محمد توفيق كابتن جوار الله ارحمه صبر من ياوي جوار الصلاة اه الله ارحمه خوادة علي خليل وحيب كارل لا ما تكلم بعد كده ما فيش جيل لا ما تكلم طبعا اسمال اللي انت قلت الجيل اللي يعمل فيه صراعات صلاح واحمد عبد الحليم والله ارحمه عبد الرحيم ودوله عمره ما عمله صراعات ولا اي حاجة خاص انت وكابتن فاروق ما فيش انا احسن صال لما كان موجود هنا قال لي ان انتو طبعا الجيل بتاعكم ده هوت لو كان حضرتك اعتقد منهم يعني كنتوا سبب او يعني فوتوا ماتش زملك وقتو خمسة واحد وقال ان كان فيه صراعات ومشاكل ما بين اللعيبة كابتن جمال عبد الحميد لما جيه وحررتك وانت على التليفون قال ان الكلام داوود غلط وقال كمان فوضح ان فيه صراعات انت في ثلاثة اربع اجيال كده دلوقتي لا ما انا مكلمك انتو لعبتم مباشر كتوكو ما كنتش موجود انا قال جمال الحميد مش عارف ايه والجمال الحميد قال انا مبطل مش عارف سمك كذا هو كان بيلعب لما فوت ولا مين اللي فوت انا قلتلك انا قلتلك الكلمة دي لا ارضاه على اي حد في الزمالك واستحل اطيح صد فيش ولا مرة حصل ولا بص هقولك على حاج ولا حد يقدر يقولك مثلا انت بعد المطش ده هتحتزل وتمشي ولا مرة حصل ان انتو مثلا تأمرتوا ضد مدرب او بلاش تأمرتوا يعني كنت عايزين تباشوا مدرب فمتدايقين منه ففي مشاكل انا قل لي لو اجتمعت لا لا انت لعيد دلوقتي هنتفق انا وانت نضيع نادي او نخسر هالربنا هيوفق يحصل طب وانتو احنا مرة كنا باللعب مرة كنا باللعب بلاستيك ومحتاجين التلاتة بانتو البلاستيك ده ما عارفش نيزل او منزلش ووقفوا جوه 18 ومش عارفين نيجيب جوهون وطلعنا 0 ما فوتوش اه بس اتو خدت فلوس من ناحية دي السماء عندنا في مصر ما حادش يدري ولا يفكر انت كمدرب هتقولي اللعيبة ايه استحالة ده جيل كويس اعتقد 84 ده افريقا مش كده اهو كورش فاروق وحلمي وعدل عبد الواحد صلاح وطارق وايمن وهشام طريحي عادل ده مظلوم عادل مامور اه ليه على فكرة تعالف لعب كان ماتش جاء 103 مدخلش فيه جوان ولا حد عارف حاجة لانه مش اعلامي يعني ما قالوش حاجة ما تحاولوا تجيبونك كابتال عادل ماموري يعني واحد من اهم الحراس دي انا وعمر ما شفته طليع غير مرة او مرتين حاولوا تجيبونك طريحي يعني ناس جميلة الناس عامت حاجات كتير لا هو يا الجيل ده كان جيل عبقري يعني في نالزة مالك يعني طب عبقري دي ايه اسماء كبيرة ايش ايها ده مفوتش بس انا بس اعل حضرتك انا بس اعل حضرتك بس انا بكاد لما يجي عفة لما يجي عفة تتكلم مع حضرتك هنا بس ما عنده مشتنادات عشان حرام حرام انت يعني تتايم حد ده تتايم قوي جدا سم ايه المطش اللي الزمالك خسره وفوتوه بتاعكم ماسي خمسة واحد اتوا عرف انت ظروف الجو ظروف الفرقة كانت تفيركوسة جدا رغم انها كانت خسران هنا اتنين انت كسبان حصل ايه ما كانوا بيقولوا بيحصل صحر وبعملوه صح بعملو حاجات ام لا افوت دي صعب يعني لما نجيب مثلا عفة لعب باتش مثلا ايا كان هو وخسر يبقى هما فوتو ام عيب عيب قادر اقولك بقى احنا السبب في كده بتطلع نتكلم ونقول ونعيد مين اللي يعني وانت مدرب هل كان فيه مؤامرة حصلت ضدك في نادي من الاندية علشان انت تمشي علشان يمشي ومحمد صلاح فاضطر 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 يعني هل دوت حصل ولا لا وبس لما اعتزلنا كان يعني انا وفاروق وعادر ومجد شلفي وهم الاربع دولار انا خلاص كان ساعة التبطيل 28 29 سنة كانش فيه احتراف ولا حاجة يعني لا انا بكلمك وانت مدرب هل فيه لعيبة هل فيه لعيبة اتفقت على ان هي تقسر مباريات معينة في نادي من الاندية اللي هاحرضك بدربت اندية كبير كتير انا يعني حصلتش ومش فاكر وما اقدرش اقول لك ما حصلش خالص يا خالص لو عندك حاجة فاكرني لا لا انا بس أل حضرتك شوف زي ما انت اتكلمت وممكن ان شاء الله تترك الموضوع دو المدربين بيمشوا ليه عشان نتائج خلاص فلو القنون دي انت هستعمل ده مش في مصر لازم نعرف الاول انت ماشي بمزاجك عشان ما تمسكش حاجة تاني ولا النادي ماشي اكتر من مدرب سوري يعني المدرب الواحد يمسك اكتر من نادي اصناع الموسم الواحد هل انت مع قرار ده وطلع اه ياريت ياريت يعني انك انت كانت من اكتر المدربين او من ضمن المدربين اللي ممكن يتنقلوا من نادي انا بمرتحش في حتة ممشي ده من الاه انا ان السنة دي دفع بتاع 400 الف لجنيه شرط جزائي بس ما مرتحش همشي مم مش عجرفة ولا هتكبر ولا حاجة لا انا مش مرتاح يبقى مش حانتج فكده كده حامشي مم بدلا ما ممشي بزاف فامشي براحتي بقى لكن لو دي تقننت انت ليك مثلا الناديين في الموسم ولازم بيقوا بين الضورين مثلا عشان تعمل استقرار الفرق وانت مشيت ما تشغلش لو هم مشوك تمسك في حتة دين لو جاتلك جاريت احنا بنقول بقى لنا سنتين او تلاتة على الحتة دي محمد صلاح باع نادي اسمانت سويس وراح الترسانة لا في نص الموسم مش نص وشهرين ايه نص انا رايح رايح في شهر اعتقد عشرة او حداشرة السويس كان اسمانت سويس منتخب السويس منتخب السويس باعتوهم وروح تتبسع كلمة دية هتقولها بقى في سوق العبور تبيع تشتري حاجة لا ما نبيعش هو بص انت عايز مرتاحلي ومرتاحلك ولا لا يعني احنا مشينوا النتاج كويس خلاص لكن انا مش مرتاح او في حاجات مش عايز اخش في الماديات والمتأخرات والحاجات دي ومش بالنسبالي عشان تبقى عارف بالنسبة لللي معايا وانا اللي معايا لو ما اخدش يبقى اكيد انا يعني انا اللي منعه او انا اللي حرمه لان اي جزء من واحد اي جزء من واحد في الجهاز يمثلني ما جيشتوا بقى ده دولا مش عارف ايه لا دي مش عندي لازم احمد جهاز بس غلطت لما روحت الترسانة ولا لا لا انا عمري ماندم على حاجة بس بس طبقى موفقة يعني زي ما بقولك كده كانت خطوة موفقة ولا لا سبعين في المية موفقة احنا خدنا في كان اتنين بونت بقينا 14 وما لمشيت لي اقولك لي بقى انا من النوع لما بالعب ماتشاعة وما بجيبش خمسين في المية منها بحس ان انا مش محقق حاجة فلازم انا مش عشان هو حرام مش ببالتك بقى وقاعد وعايز فلوس ومش لأ اللي بحس ان انا مش قادر انتج واننزحة الظلم فلازم انسحب هو زي محمد صلاح اللي هو يعني يضرب عندها كتيرة جدا سوى في القسم الثاني او في الدول الممتاز ما بيترشحش دي او ما بيمسكش مثلا مدير فني النات زماني بصفة مستمرة بتيجي علشان تنقذ موقف ده رقم واحد ما بيتمش ترشيحك مثلا عندها شعبية كبيرة زي الإسماعيلي المصري الاتحاد ليه السبب؟ السبب حضرتك انا بس لو رجعت للتاريخ هتلاقينا ان انا مسك الترسانة مرتين المصري خمس مرات انت قلت ايه ثاني الاتحاد مرتين انا ما اتكلم في التوئيد ده لا بص هو انا بحترف ما عنديش حاجة غير بكورة فعشان اعرف في البيت استنى حد يتكلم لي او يقول لي تكلم عشان تشتغل انا بعملهاش وانت عارف الكلام ده طبعا انا عارف ان فيه رزق جايلي منين هو ربنا بيبعته درجة اولى درجة شمال يمين فالناس بتيجي وناس محترمين بيتعاقدوا معك تداش تقولهم بقى استنوا استنى جايلي عقود استنى مش عارف مين عايزني ما بيحبش الحاجات ده خاصة اسلام خالص اول ناس بتيجي طالما هم عندهم امكانيات وعايزين مسلا يسعادوا او يكونوا في المقدمة بقبل على طول محمد صلاح بتاريخه الكبير دوت كلاعب وكمدرب ما بيتمش ترشيحه للمنتخبات ليه عشان انا ما نقبتلك ما بروحش انا ما بقولش انا عايز اشتغل في حتة الفرنية او اخلي حدي يتكلمني انا امكانياتي ودي الحمد لله انا واسق في نفسي انت قاعد ديني فرقة ونشوف هنشتغل ازاي ونشتغل باخلاص لكن انا روح الاتحاد اروح كل يوم اقعد من الساعة عشر لتلاتة بكلما اتحدات القديمة لا تقعد عليك ولا مرة لا بص الكابتن حزم الهواري الله ما تسيب الخير قال لي هتكلم لك قلت له لا عشان انا صاحبه اه في ايام كابتن سمير اللي ارحمه قبل كده قلت له لا طب اي اي دب يعني مع دي على فكرة كنت مرشح مع فاروق الخطيب بس كنت في الامارات والله اه قلت الحزم لا ليه كان عندي احساس مش هتوفقه والله اه ما هو تستغربلش قوي تبعني مش مصري لا معرفي اللي داخل على حاجة يا اسلام اه النية هو اعلامة ربنا لو دخلت ابنية سليمة هتوفق من اول ما قرأت مين مدير كورة ومين مدير فني دي ممكن تقللك او تبغاز لك شغلك حوالي 70% وبعدين نجمين كل واحد بيقول انا حسن من التاني او انا زي التاني مين لي ضايع وانتخب مصر او يعني وحصل قاعدوا ايه شهرين او شهر باين مش فاكر بالظبط انا فاكر بعد الكويت مشوا عزيمة الكويت يعني مش شهر بس اكتر شهر اكتر شهر بس بعد المرش مشوا دولا بس فما مرضيش انزيل كبتصراح مين افضل مدرب اجنابي انت اشتغلت معه اجنابي فيه مايكل مايكل ايفرد فيه نانكوفيتش فيه باكيتا بس ما كدش حصله كويس في النادي اه باكيتا ما الوالاسباني باكيتا اسباني ولا برازيلي مش فاكر اه باتشيكو من احسن مدربي اندخل نانطق زي مالك مtalk تاني ماكيدا اللي كان مابكيدا لا ماكيدا ده اسبانيا باكيتا باتشيكو من احسن الناس داخل باكيتا برازيلي اه اذا اذا كنت لست م��كديño جالك انت لا انا باكيتا مابكيدا الماسكو في الشوع لان دول الصّب اللي بيحصل ان انت بتاخد من كل واحد حاجة فبتستفيد من الأجانب قل لي أفضل مدرب أجنبي انت شغلت معه بابي الألماني ده كان سنة جاهم 76 76 أنسيت بس أسألك شغلت معه لعيب ولا مدرب لا مدرب باتشيكو باتشيكو بس هو اللي مشي عشان محدش يقول إن هو مش عارف قال له بعد مدرب أجنبي ولا مش عارف إيه اللي إحنا خسرناه وجبنا جنين وتلاغوا فاكر إنت مدرب أجنبي وقال لأ الأستاذ المرادة دخل قال ما أنت عملتوا اللي عليكو خلاص والحكم كذا كذا وأعد الدينة وإزاي والمساعد رفع له ومشينا عشنا بالليل كان مشي الصبح هو يعني هو عزمنا على العشا ما كان شايل لكم لا ما كانش قال هو قال لإسماعيل يوسف سعزيتها الصبح هو في المطار برسالة يا ولا كنا في كتوبر واتعشينا كلنا وبنتحك المبسوطين وكل حاج ده من مدربين الكويسي طب إيه اللي خلاه يمشي ممكن يكون العقد الشباب السعودي صح بس كده ممكن أني بعد كده رجع أخد الرجل بتاع الأحمال وعايش ما عافش قد إيه هناك يعني أصدق لك محدش مشاه أنا اللي كنت أقع جوه كنت أقع في القضاء محدش مشاه جالكوا فترة في الزمالك يعني أحردك توليت المسؤولية وكان معايا كان محمد حلمي كتير مؤمنوا أصدق على الجهاز أعلى كلمة على الجهاز الفترة اللي انت كنتم موجودين فيه وكان جهاز زمالكاوي الزمالكاوية كانوا حاسين إن ده جهاز زمالكاوي فهيحققوا نتائج فهيحققوا بطولات للزمالك وبعد كده ما كملتوش ليه؟ لا دي بتاعت الإدارة مش بتاعتنا هو الأفضل للنزة مالك إن يكون فيه يعني جهاز زمالكاوي من عبدان نزة مالك ولا مدرب أجنبي مدرب أجنبي مدرب أجنبي مقتنع إنت بكارتيرهم طبعا تقتنع به إزاي؟ نتائج إزاي ما إنت بتمشي فلا اللي ما عمشي نتائج ده الصورة اللي بقول الحروطة كنا بلعب طاري إحنا كان ماتش في بيتروسبورت وأعتقد ومش كده وكتنا شغال مع حلمي من الناس المقدبة جدا 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 أكدت محمد حلمي راجل محترم جدا جدا وهادي خالص راجل من عصب في الكورة يعني شفنا أيام جميلة معها طبعا محمد حلمي وطارق إيحي مالهم مين الأفضل تدريبيا كمدرب أنا مشوفش طارق يعني لا مش مشوفتوش مشتغلتش معاه في الملحة لا ويا بكلمك على يعني رؤيت لا هو بص هو النتائج وكده الطارق أعتقد أكتر من حلمي في أنديه صح؟ أعتقد يعني أنا خصة مش عالف إيه طارق يعني ما فيش حد يخبر بطولات لكن أنا وجهة نظر يعني يوم في أهلي أو زمالك أو زمالك وأهلي بكذا سنف أنديه تانيه طيب انت حرضك اشتغلت مع محمد حلمي في جهاز أنت بتضحك علي أنا مش عالف أن أخبص بمحكمة دي أمتى ماشي واسمايل يوسف ماشي وبعدين اشتغلت مع ميدو لا لا أول ميدو أنا بتكلم معه عموما يعني واشتغلت مع ميدو وحزم إمان إيه الفرق حزم وميدو مين؟ ومحمد حلمي واسمايل يوسف أهي هي دي ما طولتش أعتقد أن ميدو وحزم مشوا بعد ماتش قالي وزمالك 2-0 في برج العرب إيه الفرق؟ شوف حازم الكرير بتاعه لازم أقوم دير كورة أوريس جاهز ستايله التدريب ده عشان انت تحب أبوه ولا علشان إيه بالظبط؟ ولا عشان انت شغلك معه؟ لا محب أبوه محب حازم ما طبعا حازم أي حازم لحد يحب كابتر حمد حمد أبوه كابتر حمد أبوه كان ضدنا حمد أبوه كابتر حمد أبوه لا والله هلأو ده جنننا لما كان ماسك مدير كورة كابتر حمد أبوه كراتي إزاي بقى هو كان إيه يقولك؟ يعني فعاف الشغل في الجيش وفي حتة كويسة أوي 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 كابتر حمد أبوه يعني كابتر حزمي إحنا بقى صغرين أعرف كل حاجة عنك بتنام قيمتها وتطلع مين وتتكلم مين وبسان فجينا في مرة أقول الكثة عني بس يعني عشان بس مديحة كاملة الله أرحمها كانت عاملة صعود الهوية أه فجات إشاعة يعني إن إحنا بنكلمها مين بقى؟ أنا وكان أحمد وكده أحمد بقى؟ أحمد حليم وعبد الرحيم أعصاب بقى إن إحنا كنا مع بعض يعني الثلاثة مع بعض في كل حتة أهلا أنت؟ جات لأخبار إن إنت بتكلم مديحة كاملة الله أرحمها وكتعاملة صعود الهوية بقى؟ أه طبعا بتقوله والله لو بتكلمها مع جيلك لا كان دمخبيرها حزم إمام ينفع رئيس النادي للنادي الزمالك? لا 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 لسّا بدر حزم إمام ما ينفعش ما أنفيش حاجة ما تنفعش فى حاجة يعني إنت مثل دلوقتي تنفع تبقى مدرب لازم تبقى إيه؟ أه تكلOSSت راتي تدرس وتشوفه بقى علشان إيه ده خلاص ده هتبقى ناحية أنت بتمتلب كرار للكل رئيس النادي مش كده مش ممكن ياخد قرار حازم المهم لو دخل الانتخابات قدام مرتضة منصور لا مش هنجح عشان مرتضة منصور هو مسيطر مش مسيطر هو الرابط المحبوب مش عبية والناس بتحبوا جوه النادي مش عشان حازم وحش هيتخنق معايا مين علشان قلتلك عن عشان هو مسيطر لا ما هو لو ما سيطرش النادي الزمالك يبوز مش بأذر حازم إمام انت بتكلم في حازم إمام ماشي ده كيان حازم إمام في الكورة في الناحية الإدارية في التحد الكورة بس صح عضو انا بحب حازم واحترمه عشان يبقى رئيس نادي الزمالك عنده فترة ربنا اضطل العمر كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك المدرب الكبير بشكرك كنا ورطنا شوفت عيني عامل ازاي؟ يعني ده ده نبقى ليس سعتين لا أسعيد بك أسلام طبعا ببرنامج وشكرك لانت عملت حلقة خاصة ليا مش دي خاصة ليا أو ايه؟ ده خاصة ليا تاني تاني نعمل لك حلقات كنت أتمنى بقى يكون هنا رضا جنبي إن شاء الله حلقة يبقى مجد لأ مجد لأ مجد لأ كابتن إن شاء الله مع كابتن محمد فاروق ومعه حلقة ساخنة جدا مع الكابتن إبراهيم سعيد اصبعها لك في قلب الدفاع أحمد أيوان منصور باهر المحمدي في خط النص نبيل دونجا أو محمد عبدالعاطي من دجلة إذا ملك نفس الكلام في عمر جابر كريم العلاق في إنه حلقين لما الكبير أحمد فتحي يروح برمز طيب لو أحمد فتحي راه برمز عنده في نفس المكان مين؟ عنده عمر جابر وعنده رغب بكار فعشان يجيب أحمد فتحي هيتطر يمشي حد من الاتنين فهيمشي مين؟ ده حسب رغبة عمر جابر عمر جابر عايز يرجع الزماني فده هتبقى ورق الضغط من عمر جابر لأنه مش هيبقى لي مكان لأن الفتحي يكيد مش جايب مبلغ كبير عشان يقود على الدكة نتكلم طبعا مبارات الأهلي وسانداونز الأخيرة في دور الثمانية في الدورة أبطر أفريقيا الآن ده أبطل الدوري اللي الأهلي عابل فيها سانداونز هنا في القاهرة وتقدم طبعا ما تجيب اتنين سفر الأهلي كان مستحوز بنسبة كبيرة جدا عالمات شخصان الشوت التاني لتقريبا ما كانش فيه أي وجود اللي عابل صانداونز إلا في الدفنس بتاعهم لدرجة أن الاتنين السنتر بكبير والأهلي كانوا وقفين على الدائرة تقريبا في نص الملعب يا طهر عشان محمد هيعمل ايه في أيام الكورونا وكورة طويلة امد متعب براسول فلابيو لا بوتريكا جون 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 مش ممكن مش معاولة مش ممكن مش معاولة ايه ده يا عم أبوتريكا في دقيقة واحد وتسعين في دقيقة واحد وتسعين هو في كده حلويات هذه الأهلي فترة أخيرة قبل التوقف ده طبعا التوقف ده يقصر على المستوى الفاني الفراق كلها مش الأهلي بس نحن عمتو تغفركيا كنا بصلنا للتوفورم في الفترة الأخيرة حاجة أتكلم عنه والتحديث والأقضية والأقضية التي تعمل في الشغل في الملعب حاجة جدا من ساعة مجال وحاجة حسابله بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام أسعد بصحبتكم الكريمة عينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم في كل مباراك القدم قصة ولكل قصة حكاية وقصة اليوم مشاهدين الكرام قصة الزمالك والترجي التونسي في كأس الصبر الإفريقي هنا بالدوحة أعزائي المشاهدين هنشوف ما ستصفر عنه أجواء ومجريات اللقاء لقاء أكون أولا أكون الزمالك الفارس الأبيض أمام فريق باب سويقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر